بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه آية تستوقفني دائما الحقيقة قليل قليل جدا من يتفكر فيها كلنا نعيش في نعم هذه الآية ولكن ربما الكثير لم يقرأها ولم يشعر بقيمة هذه النعم الله سبحانه وتعالى يقول والآية في سورة العنكبوت أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الحقيقة هذه الآية أيها الأحبة نزلت كرد على أولئك المشككين والملحدين وأهل الكتاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين طلبوا معجزات مادية من النبي صلى الله عليه وسلم هم علموا أن موسى عليه السلام له معجزات شق البحر والعصى والحية وغير ذلك سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويشفي من الأمراض ويخلق من الطين كهيئة الطير وهكذا علموا هذه المعجزات فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام معجزات مادية قالوا له وقالوا الآية التي تسبق هذه الآية وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه آيات يعني معجزات براهين مادية محسوسة يعني أرادوا أن ينظروا إليها ويشاهدوها ليصدقوا عليه الصلاة والسلام وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه النبي هنا هو مبلغ ليس إلها لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخدعهم يريد أن ينسب لنفسه المعجزات لاستغل مثلا حادثة كسوف الشمس عندما مات ابنه إبراهيم وأسرع الناس قائلين كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يؤيدهم بل حذرهم ونبههم وصحح لهم هذه الخرافات والأساطير أراد أن يقول لهم أنا نبي جئت بالعلم جئت بالمنطق بالعلم وليس بالخزعبلات والخرافات والأساطير إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يعني معجزتان وظاهرتان طبيعية لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته كان يستطيع أن يستغل هذا الحدث ويقول لهم فعلا الشمس كسفت لأن ابني مات وأنا إنسان عظيم وهذه معجزة لي والكل سيصدق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أبدا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي النبي هنا لم يرد عليهم لأنني كما قلت لكم لا يستطيع النبي أن يأتي بشيء من تلقاء نفسي انتظر الوحي فالله سبحانه وتعالى أخبره قال سبحانه وتعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا كلمة قل هنا وفي كثير من المواضع كلمة قل في القرآن ثلاثمائة واثنين وثلاثين مرة ثلاثمائة واثنان وثلاثون مرة تكررت يعني القرآن ستمائة صفحة يعني تقريبا نصف صفحات القرآن فيها كلمة قل 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 ليؤكد لك أن هذا الكلام هو كلام الله وليس كلامه هل هذه الظاهرة موجودة في أي من الكتب التي تسمى كتب مقدسة اقرؤوها لا توجد وبالتالي أيها الأحبة هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أراد أيضا أن يقول لهم أنا لست من يقرر هناك إله هو الذي خلق الكون وهو الذي أرسلني أصلا إليكم قل إنما الآيات عند الله المعجزات بيد الله حتى سيدنا المسيح عليه السلام عندما كان يحيي الموتى بإذن الله عندما كان يشفي بإذن الله عندما كان ينفخ في الطير فتكون طيرا بإذن الله كله بإذن الله وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخبرهم قل إنما الآيات يعني المعجزات المادية الملموسة عند الله طبعا ثم قال هذا النبي الكريم وإنما أنا نذر مبين أولم يكفهم هنا يأتي الكلام الإلهي الرائع ردا عليهم ماذا قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب القرآن يطلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون حقيقة أنا عندما كنت أتفكر في هذه الآية قديما كنت أقول يعني هم طلبوا معجزات مادية والله عز وجل رد عليهم بأن القرآن هو الرحمة وهو الذكرى وهو المعجزة المادية الملموسة انظر أخي الحبيب سأعطيك بعض النعم التي أنت كمسلم تطبقها ولا يشعر بها إلا من أسلم حديثا اسأل المسلمين الجدد من يترك دينه ويكتشف أن الإسلام هو الدين الحق ويعتنق الإسلام اسأله عن إحساسه بمدى الرحمة التي بدأ يعيشها بعد اتباعه للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام يعني مثلا نحن أولا نؤمن بإله واحد أنا واثق أي واحد منكم كمؤمنين لم يفكر أبدا أن يسأل ما معنى لا إله إلا الله أو يعني ماذا يعني إله واحد لأنها واضحة بيّنة لا تحتاج إلى شرح إله واحد خالق الكون هو خلق الخلق هو المتصرف في كل شيء وانتهينا بينما أنظر إلى عقيدة الثالوث يعني مئات السنين وهم يتجادلون فيها وحتى هذه اللحظة تجد أسئلة يومية ما هو الثالوث وكيف يعني الأب والابن كيف الإله يلد كيف 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 الإله يموت كيف أسئلة تدل على أن الفكرة أصلا غير صحيحة فنحن أول شيء الله أنقذنا من هذا التناقض الذي يعيشه من يعتقد أن هناك أكثر من إله في الكون يعيش في حالة التناقض وبالتالي هذه أنا أعتبرها أعظم رحمة بالنسبة للمسلمين أو المؤمنين بإله واحد سبحانه وتعالى طيب اليوم لو أخذنا الكتب المقدسة عند أصحابها تجد أن كل جماعة من نفس الدين لديهم كتاب مقدس يختلف عن الآخر بعدد الأسفار بعدد الكلمات بعدد نوعية التعاليم نوعية المعلومات أخطاء تاريخية تناقضات نحن في القرآن ليس لدينا أي شيء من هذا الكلام يعني أنا أقول لكم بصدق أيها الأحبة وأنا دائما أدرس القرآن بعين الباحث المتفكر وأضع نفسي مكان المشكك لأكتشف هل هناك خلل في القرآن هل هناك اختلاف طبعا الله أمرنا بذلك الله أمرنا أن نتدبر القرآن والتدبر ليس هو التفسير أيها الأحبة على فكرة التدبر ليس هو الفهم لا التفسير قراءة المعاني فقط معرفة المعاني الفهم أن تفهم ماذا يريد الله منك في هذه الآية ولكن التدبر أن تتتبع آثار الآيات وتكرار الكلمات وأن تقرأ القرآن قراءة أفقية وليس عمودية يعني مثلا قصة موسى وردت في الكثير من المواضع في القرآن وردت عشرات المرات لو قرأت قصة موسى في سورة الأعراف ثم في سورة طاها مثلا ثم في الشعراء ثم 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 وهكذا لا تجد أي كلمة فيها تناقض أو اختلاف أبدا بينما اذهب إلى العهد القديم والعهد الجديد خذ حدث معين أو قصة معينة أو عبارة معينة مباشرة تجد التناقض هنا تجد فكرة الإله الواحد هنا تجد فكرة أكثر من الإله هنا تجد شيء حلال هنا تجده حرام والعكس بينما القرآن الكريم ليس فيه اختلاف لذلك الله أمرنا بالتدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا لدينا نعمة نعمة التوحيد الإله الواحد هذه الفكرة أراحت دماغنا تماما انتقلنا لأشياء أخرى ندرسها لا نريد أن نبقى آلاف أو مئات سنين نفكر بموضوع أكثر من إله خلق يعني إله واحد وانتهينا القرآن حفظ برحمة الله لم يوكل حفظه للبشر بل هو حفظه بنفسي هذا رحمة أيضا يعني أنا أتفكر معكم بمعنى الآيات أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابة يطلع عليهم إن في ذلك ماذا؟ لرحمة أنا أريدك أخي الحبيب أن تشعر بهذه الرحمة وأنت تقرأ القرآن أريدك أن تشعر برحمة الله لأنك مسلم أنت ولدت على الإسلام ولكن أريدك أن تتذوق حلاوة الإيمان القرآن عندما حفظه الله لنا خلصنا ونجانا وأبعد عنا شر الاختلافات لو لم يحفظ الله القرآن لحرف ولرأيت كل جماعة لها قرآن مختلف قرآننا فيه 114 صورة هذه 114 صورة هي ذاتها في كل مصاحف الدنيا يعني أنا طبعا إذا كان هناك ملحد يستمع لنا أو مشكك ابحث في كل مصاحف الدنيا الآن الموجودة هل هناك مصحف 113 أو 115 صورة لا يوجد إذن هذا أقوى دليل على أن الله حفظ كتابه بغض النظر طبعا هم عندما فشلوا في إيجاد أي خطأ أو أي نقص أو تحريف قالوا أن سيدنا عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف وفلان كذا كل كلام فارغ أيها الأحبة أنا يهمني المصحف بين يدي اليوم صحيح سيدنا عثمان حرق اعتمد نسخة كاملة من القرآن وأقره الصحابة عليها وكل صحابة النبي آلاف الناس أقروا أن هذا القرآن الذي نزل على النبي وإلا لو أن سيدنا عثمان يستطيع أن يضع من عنده آيات ويحذف آيات إذن ستجد كثير من الصحابة يقولون نحن كمان أيضا نستطيع أن نضع آيات وسوف يحرف القرآن وسوف تجد ألف قرآن اليوم ولكن من رحمة الله أن القرآن الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام هو ذاته الذي ننطق به اليوم لذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا من رحمة الله بنا انظر إلى اختلافات أتباع الكتاب المقدس اختلافات في كتبهم في أسفارهم في تفاسيرهم في المعاني التي يعني كل واحد يأتي بمعنى مختلف عن الآخر فتجد أنهم في حالة دائما هناك شبهات وهناك مشاكل وهناك اضطرابات وهناك قلق هذا القلق غير موجود لدينا في الإسلام وهذا من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى طيب الآن نأتي لتعاليم هذا الكتاب نحن نطبق الكثير من التعاليم ولا نشعر بأنها بأن هذه التعاليم لو لا القرآن لضعنا اليوم لأصبح مثلنا مثل الملحدين لماذا؟ القرآن أمرنا بالطهارة يعني لاحظ نحن أوتوماتيكيا نميل للطهارة حتى تجد المسلم الذي لا يصلي ولا يلتزم بالإسلام ولكن تجده يلتزم بقوانين أو تعاليم الطهارة بعد الجماعة مثلا يغتسل باستمرار يغسل يديه قبل الطعام مثلا هذه عادة كثير من الناس لا يصلي ولكن يفعلها وهي عادة أصلا يعني إسلامية أصلا لأن البيئة الإسلامية التي نشأنا فيها فرضت علينا هذه العادات الشذوذ الجنس مرفوض تماما في الإسلام وكلنا تأثر بقصة لوط عليه السلام عندما عاقب الله قومه فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود فأمطر الله عليهم من نار جهنم لماذا؟ لأنهم كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي وبالتالي في أعماقنا أن هذه القضية خطيرة جدا ومحرمة جدا فلذلك تجد أن نسبة الشذوذ الجنسي هي الأعلى بين الملحدين ثم غير المسلمين وأخيرا المسلمين لحد الأدنى الانتحار انظروا اليوم طبعا هذه رحمة بنا نعمة ابتعادنا عن الشذوذ بشكل يعني معظمنا يبتعد لأنه شيء عب شيء يخدش الرجولة شيء يعني له آثار سلبية جدا على شخصية الرجل وبالتالي الكثير يبتعد عنه فهذا أيضا رحمة طيب الانتحار أحد الباحثين الأمريكيين قام بدراسة فوجد أن في سنة واحدة هناك سبعمائة ألف قتلوا أنفسهم منتحرين حول العالم دراسة عالمية منشورة على موقعي على الإنترنت قال هذا الرجل أريد أن أرى نسبة الملحدين أو المسيحيين أو اليهود أو البوذين الأديان يعني فكانت المفاجأة أن أكثر من أقدموا على الانتحار هم الملحدون والنسبة الصغرى جدا تكاد تقترب من الصفر وجدها بين المسلمين وعندما تساءل وبحث أخبر أن هناك تعاليم في القرآن شديدة جدا تجرم وتحذر من ينتحر مثلا في قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كثير من الأحاديث يقول من يعني قتل نفسه بحديدة فهو في جهنم أو من تجرع سما أو من تردى من جبل فهو في جهنم يتردى فيها يعني يعذبه الله بنفس الطريقة التي مات فيها ولكن في نار جهنم وجاء القرآن فقال وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إذن هذا تحذير قوي جدا يزرع الخوف في داخل كل مؤمن من الانتحار وبالتالي هذا الخوف يحفظ المسلمين من شر هذه الظاهرة التي تفشت في الغرب والشرق والصين معظمهم من الشباب ينتحرون وللأسف الإعلام العالمي لا يتكلم ولا كلمة السنة الماضية حسب إحصائيات الأمم المتحدة هناك أكثر من سبعمائة ألف إنسان ماتوا منتحرين معظمهم النسبة العظمى من الملحدين وأديان أخرى غير مسلمين أنا خلال سنة كاملة لم أسمع خبراً واحداً عن هؤلاء ولا خبر انظروا في الإعلام ولكن عندما يقوم رجل مسلم مثلاً بفعل أي شيء كل الإعلام العالمي يركز على أن المسلمين يمارسون العنف وتعاليم دينهم تأمرهم بالعنف والإنرهاب والقتل وضرب النساء وكذا كذا كذا لاحظتم أيها الأحبة طيب نعمة أن الله أبعد عننا شبح الانتحار هذه رحمة أيضاً سبحان الله وانظر إلى موضوع الطهارة ديننا دين الطهارة نحن نتوضأ كل يوم خمس مرات ونصلي خمس مرات نتواصل مع الله سبحانه وتعالى القرآن يأمرنا بالصبر الصبر علاج لكثير من المشاكل أيها الأحبة القرآن يأمرنا بالعفو وهذا رحمة بنا أيضاً ورحمة بمن حولنا القرآن يأمرنا ببر الوالدين انظروا في الخارج في اليابان مثلاً قبل مدة أرادوا التخلص من كبار السن يعاملونهم أسوأ معاملة هناك وفيديوهات منتشرة في بريطانيا في أمريكا الأولاد لا يعترفون بآبائهم فالدولة تأخذهم إلى مصحات نفسية وتجد حالة من البؤس والاكتئاب تعلوهم وتساء معاملتهم في هذه المصحات وتجد أحدهم يموت وحيداً بينما في الإسلام الإسلام دين الرحمة لدينا بر الوالدين قضية لا يعرفها الكثيرون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما انظر الآية التالية كمية الرحمة فيها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة شبهك بطائر يخفض جناحه لابنه الصغير من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان الصغيرة مأمور أنت أن تدعو لهم فرض عليك الله فرض علينا بر الوالدين بل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين هل تعلمون لذلك نحن في العالم الإسلامي وفي الوطن العربي تحديداً الإنسان إذا ضرب أباه أو رفع صوته عليه أو عندما يكبر رماه في الشارع أو في مصحة هذا عيب كبير ونقيص في حق هذا الإنسان كيف تفعل بأبيك هذا في الغرب شيء طبيعي في الغرب أيها الأحبة اليوم الغريب أن تكرم أبويك الغريب أن تنفق على أبويك وترحمهما وتكرمهما هذه حالة شاذة بينما الوضع الطبيعي أن تعق أبويك للأسف النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين صلى الله عليه وسلم انظروا إلى كمية الرحمة في كلام هذا النبي أيضا الذي يتهمونه بالضرب النساء والعنف والكذا طيب أنا الإحسان للوالدين هذه قضية مهمة جدا لأن كل إنسان إذا أحسن إلى أبوي وأولاده بعده أحسن له وأولاد الأولاد يحسنون لأبائهم وهكذا سلسلة تجد أن المجتمع كله انتشرت فيه الرحمة طيب قضية بر الوالدين هذه رحمة من الله لا نشعر بها اذهب عش في الغرب وانظر لتشعر بهذه النعمة نعمة الحجاب بالنسبة للنساء ونعمة غض البصر عندما أمرنا الله أن نغض من أبصارنا رحمة بنا انظر من ينظر إلى النساء ويتبع شهواته وكذا وكذا ويرتك بالمحرمات والزنا والفاحشة انظر كم حاله كئيبة وتعيسة ولا يغرنك الشكل الخارجي او المظاهر اخي الحبيب ادخل إلى داخل بيته وانظر إلى كمية التعاسى التي يعيشها فعندما أمرنا الله بغض النظر وأمر المرأة بالحجاب هذا رحمة بالرجل والمرأة أنا لدي آلاف التعاليم في الإسلام في القرآن كلها فيها رحمة عندما حرم الخمر أليس رحمة بنا تحريم الخمر انظر في الغرب كم حادث سير سنويا بسبب الخمر مئات الآلاف من الحوادث كم جريمة عنف منزلي بسبب شرم الخمر الله عفانا منه رحمة بنا انظر إلى قضية الصيام اليوم جامعات عالمية نشرنا دراسات لأكثر من 20-30 جامعة على رأسها هارفرد وأكسفورد وكامبرج وجامعة كاليفورنيا وغيرها جامعات تؤكد أن أقوى طريقة لعلاج كل الأمراض هو الصيام الصيام يفعل مفعول السحر ينشط خلايا الدماغ يزيد من طاقة الدماغ طاقة الخلايا ينشط هناك جسيمات في الخلايا لتصنيع الطاقة تنشط يعالج مشاكل في الجهاز الهضمي يعني فوائد كثيرة جدا تحدثنا عنها ينشط النظام المناعي يجدد النظام المناعي يقضي على الخلايا الشاذة وخلايا الهارمة وكذا طيب عندما أمرنا الله بالصيام شهر في السنة أليس رحمة بنا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابة يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون انظر تعاليم الإسلام كلها فيها رحمة والله كلها لا يوجد لا توجد لا يوجد أمر واحد أو نهي واحد إلا وفيه رحمة عندما نهانا عن الخمر فيه رحمة لنا عندما نهانا عن القمار والميسر أيضا فيه رحمة لنا انظر إلى من يلعب القمار في الخارج أو من غير المسلمين كم يعاني من مشاكل ونحن نشرنا دراسة جامعة ميرلند أن الذي يدمن على الخمار دماغه على القمر دماغه يشبه مدمن المخدرات طيب يا أخي كل هذه التعاليم فيها رحمة إذن أنت بعد هذا تطلب معجزة مادية ملموسة يعني تطلب مثلا أن النبي يشفي مريضا طيب شفاه هو انتهى من 1400 سنة أنا كيف سأستفيد اليوم من هذا الشفاء لنفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة وشق لهم البحر أو فعل أي شيء طيب أنا اليوم كيف أستفيد من هذه المعجزة؟ أنا معجزة سيدنا موسى أنا لا أستطيع أن أستفيد منها اليوم إلا العبرة الذكرى ولكن أنا لا أستطيع أن أطبقها اليوم لا أستطيع أن أطبق معجزات سيدنا عيسى أو سيدنا صالح الناقة لذلك أيها الأحبة معجزات القرآن موجودة في داخل القرآن في آيات القرآن في تعاليم القرآن في لغة القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حفظ لنا اللغة يعني أنا الآن أتحدث بنفس اللغة التي تحدث بها الصحابة والتابعين والتي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني لغة واحدة اليوم موجودة منذ 1400 سنة ولا زال أهلها يتحدثون بها لا يوجد أين هي اللغة اللاتينية اليوم انقسمت إلى لغة إنجليزية وألمانية وكذا وكذا أين هي اللغة الصينية التي كانت من 2000 سنة مثلا أو اللغة حتى إذا قرأت كتب كتبت قبل 1000 سنة لا تكاد تفهم منها شيئا ولكن لغة القرآن حية تنطق تعيش معنا نفهمها بسهولة يعني أنا الآن أتحدث لغة هي لغة القرآن كل من يستمع إلي الآن ويشاهدني يفهم علي لماذا؟ لأن الله حفظ القرآن بحفظ اللغة العربية حفظها رحمة بنا أيضا لو أردت أن أعدد كمية الرحمة الموجودة في هذا القرآن والله أيها الأحبة طبعا نحتاج إلى سنوات وينتهي العمر ولا ننتهي ويكفي أن الله عز وجل بدأ كتابه بالرحمة بسم الله الرحمن الرحيم فهو رحمن الدنيا ورحيم الأخير نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق